السلام عليكم الكثير من الناس تستفسر عن النيتروجين السائل المستخدم في تحضير الآيس كريم هل هو سام أو لا؟ والإجابة باختصاد إن هذا النيتروجين السائل في حد ذاته ما هو سام ولكن المشكلة إن الكثير من الناس تتعامل معاه بطريقة خاطئة أوضح درجة غليان هذا النيتروجين السائل هي 196 تحت الصفر فإذا لامس الجلد بعد تعرضة للهواء رايح يسبب حروق شبيهة بالحروق الحرارية وإذا بخار هذا السائل دخلت إلى الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي فرايح يسبب ضرر بسبب التمدد السريع والبرودة الشديدة ولهذا الطريقة المثلة اللي احنا يفترض نتعامل بها لما ناكن أغدية محضرة بهذا السائل إن نحن ننتظر حتى نشوف كامل البخار اختفى تماماً وعلى هذا الأساس نقول إن الطفل اللي شفتوه في إحدى الفيديوهات في الهند واللي كان يأكل آيس كريم بصورة مباشرة من المحل وكان بخار النيتروجين السائل ليخرج من أنفه ومن جهاز التنفسي من الطبيعي رايح نقول بعدها إن هذا رايح يسبب إلى ضرر وهو واقعاً ضحية جهل المحل وجهل أبويه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة